وساعتها نسمع اليوم وبيقولك أنا يوم جديد على عملك شهيد فاختنمني احنا نسينا و احنا بنعيش حياتنا عبادة مهمة وهي عبادة ايه؟ عبادة الفرح بنعمة الله نعمة حب بنعمة الله حب الحياة حب الحياة على فكرة مش خيار حب الحياة يا عباد الله واجب الحياة نعمة و حب النعمة واجب و لئين شكرتم لأزيد انكم و كل احساسنا بالضغوط ده لان انا انشغلنا بالدنيا عن الحياة استنى كده يعني ايه انشغلنا بالدنيا عن الحياة؟ انتم مش مفرقين ما بين الدنيا والحياة الدنيا وسيلة ما تنفعش تبقى غاية الادوات دي كلها والمال والجاه وكل دي ادوات لكن الحياة اوسع بكتير من هذه الادوات دي الحياة الدنيا لكن في الحياة الطيبة بقى الوسع بقى والنعمة بتاعت ربنا ان انت تعيش حياتك كلها مليانة نعمة في تحس ان هي واسعة و عشان كده جددوا ايمانكم بحب الحياة و لذلك لما قال حضرت النبي صلى الله عليه وسلم جددوا ايمانكم بقول لا اله الا الله فتشوف الحياة بمفهوم جديد تشوف الحياة من عند الله و ساعتها تحس ان هي نعمة و لذلك تعالى اسمع الحكمة اللي انا بحبها اوي من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليحب الحياة يعني ايه لو انت بتؤمن بالله واليوم الاخر حب الحياة عشان حب النعمة لان معنى ان الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الحياة الاولى هو الذي خلق الحياة الاخرة فالحياة الاخرة لو كان فيها نعيم فالحياة الدنيا فيها نعيم كمان وهو ذات اللي نجده في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا مررتم بالرياض الجنة فارتعه قالوا وما رياض الجنة يا رسول الله قال حلق الزكر امه لتفسروا بايه قول الناس ان لا راحة في الدنيا يعني لا توقف عن العمل مش ان الدنيا عذاب ابدا ابدا ولكن الدنيا فيها نعيم نعيم القرب من الرحيم سبحانه وتعالى وعشان كده فيه ثلاث مفاتيح بتساعدك انك تخرج من حالة الدوران في الساقية دي اول حاجة ايوا اليقين من مدد الله ايه اللي حاصل بص كده كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محزورة يعني ايه كل واحد عنده عطاء كل واحد عنده مدد ومش بس مدد ده كمان رزقك في السماء وما وعدك الله به مش بس كده طب كمان نزود نزود كمان ألا لله في ايام دهركم لنفحات كل ده لازم تبقى على يقين منه والدليل على ذلك ان في ايام بتحس ان الدنيا خلاص اغلقت وبعدين يجي ايائة الفتح ويرزقه من حيثه لا يحتسك لازم تكون عارف ان مدد الله لا علاقة له بعملك الكثيف والكثير ولكن علاقته بان الله جميل وبك لطيف استعن بالله تجده تجاهك يعني ايه يعني عطاء الله لا علاقة له بعملك والدليل على ذلك ان رزقك كتب قبل عملك طب انت بتعمل ليه لان ربنا امرك بالعمل وقول اعمله ايه ده يعني انا مش بعمل لكي اشتري رزقي ابدا رزقك محد فضل من الله يعني انت بتعمل ليه عشان تبقى كريم تبقى راجل تبقى انسان ولا بتعمل عشان تصنع رزقك لا 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 رزقك مكتوب خلاص انت لما بينفخ الروح في بطن امك بيكون خلاص ان مسألة انتهت رزقك واجلك وشقيون او سعيد فانت بتعمل ليه عشان تشوف جمال رزق ربنا بقى فالعمل دوت عشان تحس بمنة ربنا تاني حاجة ان انت تغير نظرتك مع الاشياء المكررة انا ما بحبش كلمة عادي لو كانت كلمة عادي يعني شيء مفهوز زيادة فانا مش موافق عليها لو كان عادي يعني الله عودنا على هذا يعني عودنا على الكرم فيبقى فيه مزيد كرم انا موافق على ده لان الكريم سبحانه وتعالى لا يكرر لا يكرر بمعنى ايه لا يعيد لا يعيد اذا كان معنى الاعادة انه يأتي بالشيء بلا زيادة لا 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 الله الان على ما عليه كان كل شيء بيجيبه هذا ليس على مثال سابق يبقى ايه يبقى لازم نعرف ان كل حاجة انا يوم جديد على عملك شهيد فاختنمني فلازم انت تغير مفهوم ان ده شيء مكرر لا مش مكرر لو كان مكرر يعني معاد هو هو لا لكن المعاد الشيء العادي هو شيء عودك الله فيه على كرمي يعني ايه يعني الشيء اللي مكرر ده اللي انت شايفه بيتكرر ده فيه مزيد فضل والدليل على ذلك ان السكر كل ما يكرر كل ما يحلوه ربنا لما يكرر علينا حاجة بيبقى احنا ما انتبهناش لسعة نعمته فيكرر علينا عشان نحس بسعة نعمة ربنا فكل يوم سبحانه وتعالى بيجيب رزق ونور ومدد وفتح جديد بحياة جديدة وزيك احنا لازم نفهم كده لو كنا عايزين نخرج من الدوران في ساقي هنحس ان حياتنا حياة جديدة تالت حاجة الفرح بنعمة ربنا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان لما ديجي اوائل الثمار الليل احنا بنسميع البشاير كان يأخذ السمر ويضع على فمه وفي رواية ابن عساكر الرواية دي في مسلم ورواية التانية رواية ابن عساكر ويضع على عين ايه ليه كده انا دايما بردد ان هي ايه حضرة النبي كان يقول لانها حديثة وعدم ربي كان يديها لأصر طفل في المجلس لانها مليئة بالبركة فكان يضع على فمي ويضع على عيني عشان يملى جوفه ويملى عينه بايه ببركة ونور ربنا لان السمر دي حديثة وعدم بربها يعني السمر دي ما لها السمر دي مليانة نور وبركة فينور عينيه فيشوف الدنيا بنعمة ربنا ويملى جوفه عشان جوفه ويبقى مليان بالنعمة فيحمد ربنا بكل جواره يا سلام فيبقى هو مليان بالنعمة ومليان بحلوة النعمة ومليان بشهد النعمة ومليان بنور النعمة كمان